إسحاق الفيار في سفرته الأخيرة حيث جاء إلى لندن وأنا لأجل هذا فتحت الحديث عنه في هذه الحلقة وفي الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى إسحاق الفيار رجل كبير السن وهناك حالات صحية تكون مناسبة للسن الذي هو فيه هذا شيء طبيعي لكنه ليس مصابا بمرض ولا يعاني من حالة مرضية حرجة حتى يكون مضطرا للقدوم إلى لندن قضية المرض قضية المراجعة الطبية هذه قضية ثانوية وفي حاشية الموضوع صحيح راجع الأطباء وانتشر بيان تقرير عن وضعه الصحي من أنه لا يعاني شيئا فلماذا جاء إلى لندن إذن؟ رجاء أعرضوا لنا الفيديو الذي انتشر على الشبكة العنكبوتية لإسحاق الفياض في وسط زواره ومستقبليه هنا في لندن سلامة مراجعنا عموما والمرجع الفياض خصوصا صلوا على محمد وآل محمد الله وسهل على الله وآله 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 أحسنتكم 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 لدينا مباركة إن شاء الله نرجع سماء الشيخ من خير والسلام إن شاء الله سلامتكم جميعا وانتشر بيان في وسائل الإعلام نص البيان بين يدي البيان موجه إلى الشعب العراقي سلام عليكم الذي يوجه هذا البيان الدكتور شامل محسن هادي مباركة يقول هذه رسالة الشيخ الدكتور عادل هاشم مسؤول الملف الصحي والمرافق لسماحة آية الله العظمى المرجع الفياض دام ظله العالي لا أدري بماذا سيفيد علينا الفياض هذا المرجع الفياض في حلقة يوم غد سنتطلع على فيضه الذي فاض به إنه المرجع الفياض ولكن بالعكس هذه رسالة الشيخ الدكتور عادل هاشم مسؤول الملف الصحي والمرافق لسماحة آية الله العظمى المرجع الفياض دام ظله العالي هذا الكلام يقوله الدكتور شامل محسن رسالة عادل هاشم بسم الله الرحمن الرحيم تم بحمد الله إكمال فحوصاتي وتحاليلي سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض بأياد جمع من الأطباء العراقيين المقيمين في المملكة المتحدة وبعدها عقدوا جلسة موسعة تدارسوا فيها نتائج تلك الفحوصات وتوصلوا بحمد الله إلى نتيجة مفادها سلامة تلك الفحوصات وكونها طبيعية ولا يحتاج سماحته إلى أي إضافة لعلاج أو أي تداخل جراحي بحمد الله تعالى إلى آخر الرسالة مثل ما قلت لكم ما بي قز القرد كل شي ما بي لا بي زقنبوت ولا بي حريشي مثل ما قلت لكم ما بي قز القرد لا بي حريشي ولا بي صحرطان ولا بي أي مرض لماذا إذن جاء إلى لندن؟ جاء إلى لندن بمأمورية من سيده محمد رضا السيستاني جاء بمأمورية مزدوجة لكنه تعثر في أدائها نوعا ما حينما قلت من أنني رح زرق بالسونار في الحلقات القادمة حينما فضحت أمره بشكل إجمالي ارتبك الرجل ارتبك ارتباكا شديدا الذين على قرب من هم الذين يقولون هذا ما أنا الذي أقول ارتبك ارتباكا شديدا ولم يؤدي المأمورية على أحسن وجه هو اجتمع بأصحاب العمائم ودار الذي دار خلاصة مأمورية المرجع الفياضي هذا كما يصفونه من أنه المرجع الفياض خلاصة مأموريته في شقين الشق الأول محاربة قناة القمر إلى أبعد الحدود بتشويه سمعتي بالسعي إلى إغلاقها بمنع الناس عن مساندتها بمنع الناس عن متابعة برامجها بأي شيء بالعلاقة عبر السياسيين كي تغلق قانونية إلى كل ما يتمكنون من فعله لإغلاق قناة القمر وكل ذلك بأوامر وإرشادات من محمد رضا السيستاني وكان يتصل به يوميا الاتصالات التلفونية فيما بينه وبين محمد رضا كانت مستمرة منذ أن جاء إلى لندن وحتى قبل أن يخرج من لندن لا أريد أن أتحدث ببقية التفاصيل عندي الكثير من التفاصيل هذا الزمان زمان لا تحفظ فيه الأسرار لا توجد أسرار في هذا الزمان إلا أن يحتفظ الإنسان بسره لنفسه فقط إذا ما ظهر إلى شخص واحد فهناك مئة وسيلة ووسيلة للوصول إلى تلك الأسرار هذا الشق الأول من المأمورية أما الشق الثاني فإنه جاء ممهدا لمرجعية محمد رضا السيستاني ومن أنه هو الأعلم وهو الأكفى وهو الأقدار خصوصا في هذا الزمان الذي تحتاج الشيعة فيه في العراق وغير العراق إلى مرجع سياسي وقائد اجتماعي إلى غير ذلك من هذا الهراء الذي نعرفه فهذا الرجل جاء لحرب فكر أهل البيت ولنشر الفكر المرجع هذه مأموريته السيستانية التي جاء لتنفيذها في لندن لكنه وجد أصحاب العمائم هنا مثل ما هو يقول وجدهم خائفين من مواجهة قناة القمر ومن مواجهة الفكر الذي تطرحه قناة القمر وجدهم خائفين ولربما أخذوا عبرة من الذي جرى في استوك هول في السويت ما فعله السيستانيون هناك وماذا كان موقفي منهم لا أدري أنا لا أعرف كل التفاصيل وإنما يصل إلى مسامعي ما يصل إليها إذن معمورية المرجع الدكة هي هذه حرب قناة القمر بكل ما يستطيعون ونشر مقدمات المرجعية المرجعية البترية القادمة التي هي امتداد للمرجعية المرجعية البترية المعاصرة أتحدث عن مرجعية محمد رضا السيستاني من وجهة نظري فإن المرجعية ستكون له إلا إذا جد جديد في ذلك رجاء اعرضوا لنا صورة البيان الذي قرأته بيان ما يرتبط بالوضع الصحي للمرجع الفيات هذا هو البيان الذي قرأته وتلوته عليكم قبل قليل مثل ما قلت لكم ما بيقز القرط هذه العوبة كالألعيب الأخرى قضية المراجعات الطبية حتى لو كان محتاجا لها فإن احتياجه لها احتياج ثانوي هذه لعبة كلعبة المراجع الأربعة الكبار كلعبة عدم صلاة السيستاني على سعيد الحكيم قد تقولون في الآخر من صلى عليه صلى عليه أخوه فصارت القضية عائلية وأغلق الأمر وانتهى محمد رضا السيستاني من صداع مرجع من النجف يصلي على جنازة سعيد الحكيم بعد أن رفض السيستاني ذلك استطاع السيستاني أن يتخلص من هذه المشكلة أيضا شيطان داهية خبيث هذا شأنه منذ بداياته وإذا أردتم أن تتابعوا تأريخ دهائه ومخاتلته فتابعوا برنامج مجزرة سبايكر في ذلك البرنامج الكثير والكثير من التفاصيل والحقائق والدقائق والوثائق نذهب إلى فاصل من أين جاءنا إسحاق الفياض لا أتحدث عن موطنه أو عن عائلته وإنما أتحدث عن أصله المرجئ من أين جاءنا هذا المرجئ من أي مكان خرج علينا هذا المرجئ سأعرض لكم فيديو وهذا الفيديو بتصوير من أولاد الخوئ أنفسهم هم صوروا مجريات الحياة اليومية للخوئ بطلب من الشيعة الذين كانوا يعيشون خارج العراق فهذه الفيديوات كانت محل فخر لهم مجلس كما يقول المصريون عبارة عن غرزة عبارة عن غرزة حشاشين مجلس حشاشين لا تشاهد فيه إلا مدخنين مدمنين على التدخين ابتداء من الخوعي نفسه إلى أكثر الموجودين وليس هناك من حديث إلا عن الخمس لا تسمع صوتا ولا حديثا إلا عن الخمس هذه غرزة الخمس من هنا جاءنا السيستاني وجاءنا إسحاق الفياد قد من هنا جاءنا السيستاني وجاءنا إسحاق الفياد رجاء اعرضوا لنا الفيديو نحن سنوقف صورة إسحاق الفياد لثانيتين أو ثلاثة ونضع عليه سهما باللون الأحمر لكي تتشخص صورته في غرزة الخوع في غرزة الحشاشين هذه رجاء اعرضوا لنا الفيديو يجب أن يخمس يولا البيت كان مخمس هو لا معنش معنش يعني الربح ما لا الربح تقربت هذا الذي حكث من شكرا المترجم حل فهل خطنا تعدي المرئي حينيبا خطنا لازو على فسائرة عزيارة فسأت فسائرة نجبا محاردة فسأت 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 فسأ سأت از شها شكرا کس بالت موسيقى 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 أنا أسألكم بوجدانكم هي هذه المجالس التي يحبها أهل البيت هذه غرزة كما يقول المصريون وليس فيها من حديث إلا عن الخمس هذه المجالس التي تكون خلية من ذكر محمد وآل محمد أو أن تكون خلية من ذكر مطاعن وملاعن أعدائهم للبراءة منهم تكون وبالا على الإنسان هل هذه مجالس العلماء التي يتحدث عنها إمامنا الصادق حيث يأمرنا أن نزاحم العلماء بالركب هل هي هذه المجالس التي يحيى فيها أمر أهل البيت أم يحيى فيها أمر التدخين من علب سجائر الروثمن واضح في الفيديو أن الخوء كان يدخن الروثمن وهذا الأمر معروف عنه ومعروف عن الخوء من أنه نادراً ومعروف عن الخوء من أنه نادراً أن يستعمل الولاعة أو أن يستعمل علب الكبريت لأنه يشعل سيجارة بسيجارة كان مدخنة أنه مرجع الطائفة زعيم الحوزة أسوة صالحة تقدم لشباب الشيعة بهذه الوسخة وهذه القذارة الكتاب الذي بين يدي مفاتيح الجنان ماذا نخرأ في دعاء أبي حمزة الثمالي أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني هذا الكلام ينطبق هنا إذا لم أكن موجوداً في هذه المجالس فإن الله سيخذلني أنا أو غيري حينما أقول أنا على سبيل المثال أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني أو لعلك رأيتني آلفة مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني هي هذه إذا كنتم تريدون أن تعرفوا مجالس البطالين هي هذه إنها المجالس التي تخلو من ذكر علي وآل علي ومنها تصدر الفتاوى من أن ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير يبطل الصلاة من هذه الغرز من هنا تصدر الفتاوى ومن هنا تصدر الفتاوى للتخميس وسرقة الأموال وتضليل الشيعة وإبعادهم عما جاء في توقيع إسحاق بن يعقوب عن إمام زماننا بخط يده وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث بخط الحجة بن الحسن هذه هي مجالس البطالين التي تخلو من ذكر أهل البيت تخلو من ذكر مطاعن وملاعن أعدائهم لأجل البراءة منهم تخلو من الدعاء لإمام زماننا هي هذه مجالس العلماء هذه مجالس البطالين من هنا جاءنا إسحاق الفياط ومن هنا جاءنا السيستاني قد تقولون من أن السيستانية ليس موجودا في الفيديو سأجيبكم أتمنى عليكم أن تشاهدوا الفيديو مرة أخرى ولكن أن تتذكروا ماذا جاء في دعاء أبي حمزة الثمالي وإذا كان كتاب مفاتيح الجنان قريبا منكم فافتحوه افتحوه وعودوا إلى هذا المقطع اللهم إني كلما قلت قد تهيأت وتعبأت وقمت للصلاة بين يديك وناجيتك ألقيت علي نعاسا إذا أنا صليت وسلبتني مناجاتك إذا أنا ناجيت ما لكلما قلت قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي عرضت لي بلية أزالت قدمي وحالت بيني وبين خدمتك سيدي لعلك عن بابك طرتني وعن خدمتك نحيتني أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأقصيتني أو لعلك أو لعلك أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني هي هذه أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني هي هذه والله هذه مجالس البطالين هذه مجالس الباطل وليست البطالين البطالون الذين لا عمل لهم الذين ينشغلون بالتوافة وربما ينشغلون بالسيئات الصغيرة هؤلاء يسرقون صاحب الأمر وهؤلاء ينتقصون من آل محمد وهؤلاء يخدعون الشيعة بعقائد الضلال هؤلاء هم المرجئة والبترية والمقصرة رجاء أعيد الفيديو أتمنى على المشاهدين أن يتذكروا ما قرأته عليهم في دعاء أبي حمزة الثومالي والمقصرة التحقيق ك حما ينظر أن يخبس البيت كان مخمس هو. ماهلش يعني. فقط هذا الشيء يعني الربح ما له. الربح البرح. هناك صغيره. ازاني مقصد دمان. مقصد. أخد ما تؤدي المرخين. لا الزجرة من الزجرة المتابعين. نسبت بسرعه لأناك بابه موارده اينا داره ترجمة نانسي قنقر 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 ومن دون كرامات ومعجزات لا حقيقة لها قلت سأجيبكم على سؤال من أن السستانية ليس موجودا في الفيديو السستاني لا يدخن أمام الناس إنه يدخن تدخينا سريا مثل ما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية يدخن بالبوغة يشرب جغاير بالبوغة هذا ما هو كلامي؟ محمد حسين الصغير الذي هو أخو جلال الصغير الدكتور محمد حسين الصغير له كتاب فقه الحضارة هو من الكتب التي يوزعها السستانيون وينشرونها بمثابة رسالة عملية ولكن بصياغة محمد حسين الصغير إنها رسالة عملية للسستاني فقه الحضارة في ضوء فتاوى سماحت آية الله العظمى السيد علي الحسيني السستاني دام ظله الوارف هذه الطبعة طبعة دار المؤرخ العربي بيروت لبنان الطبعة الأولى الفين ميلادي ومحمد حسين الصغير صديق خاص للسستاني وشخص مقرب منه ومن الدائرة القريبة منه لأنه هو الذي يعلن ذلك كثيرا في الإعلام ولا يكذبه السستانيون في كل مكان في الفضائيات في الكتب في المجلات في اللقاءات الصحفية يقول من أنني صديق مقرب للسستاني وأنا على علاقة متينة به ولا أحد يكذب ذلك من السستانيين صفحة 39 تحت هذا العنوان نوادر علمائنا الأعلام والتدخين يتحدث عن مراجع الشيعة المدخنين الذين عايشهم وعاصرهم محمد حسين الصغير وهو يتحدث عن نفسه أيضا هو مدخن أيضا يتحدث عن الخوئي بحديث مفصل لا شأن لنا بالخوئي أنتم شاهدتم الفيديو وهو يدخن الروثمان صفحة 42 رابعا وهو يعدد المراجع المدخنين سيدنا المرجع الأعلى للمسلمين السيد علي الحسيني السستاني مد ظله مدخن مقل مدخن مقل ربما يكون كلامه صحيحا وربما هو لا يدري من قال من أن السستانية مقل في التدخين هو يدخن في السر لا يدخن أمام محمد حسين الصغير أمام صديقه حتى أمام صديقه لا يدخن فمن قال من أنه مدخن مقل على أي حال بحسب ما يقول محمد حسين الصغير من أن السستاني مدخن مقل ولكنه لا يدخن أمام أحد قط بس الصاية والعباية الرايح والراد حاشلة عليها هذه صار لها ثلاثين سنة وهذه صار لها عشرين سنة الرايح والراد ما خلاه لأحد إلا وقل على الصاية والعباية وحتى على بقية الأمور عن بيته عن أنه ما يأكل القيمار ما يشرب عصير برتقال لأن العراقيين ما يشربون عصير برتقال أو منها الخرط هذا التدخين سري بس الصاية والعباية والزهد الكاذب هذا يكون علني ما نخليننا واحد إلا ونقول له بنفسي مرة أسمع السيستاني يروي لنا رواية عن صاحب الزمان كل الروايات عن صايته وعن عباته وعن بيته وما يأكل قيمار وعن أكله وشربه وعن تواضعه وعن عباته الروايات فقط عن السيستاني فكيف هو براويهة حديث وما سمعنا منه رواية واحدة أي راوية حديث هذا هذا يذكرني بجحة يقولون من أن جحة في مرة من المرات ألح عليه الناس قالوا أنت قاضي المدينة يقولون كان قاضيا في مدينة من بلاد الترك قالوا له من أنك أنت قاضينا نريد أن نسمع منك حديثا واحدا من أحاديث النبي فقال لهم سأحدثكم في يوم الجمعة فصعد على المنبر كي يحدثهم بأحاديث النبي فقال لهم تدرون شراح أقول قالوا لا قال على شنو لعد أحكي نزل من المنبر فقالوا فقالوا يابا الجمعة الثانية قلولا ندري فصعد بالجمعة الثانية ألحوا علي قال لهم قال لهم اتفقوا على أن يقلوا له ما ندري في الجمعة الأولى في الجمعة الأولى قال لولا ما ندري قال إذا ما تدرون لعد على شنو أنا صاعت وأتكلم في الجمعة الثانية اتفقوا أن يقلوا له ندري فصعد جحا في الجمعة الثانية قال تدرون شراح أقول قال لولا إي ندري قال لعد على شنو أحكي أنتم تدرون اتفقوا على الجمعة الثالثة أن البعض يقولون ندري والبعض يقولون ما ندري صعدوا بالجمعة الثالثة قال لهم تدرون شراح أقول البعض قالوا ندري والبعض قالوا ما ندري قال للي يدرون خلي يقولون للم يدرون ونزلهم لهم نحن ويستستاني بهذا الطريقة يحدثنا عنه وناسهم ينقلون لنا روايات عن صايته هو يحدثهم ويحلفلهم بالزهرة وجدت الزهرة بس مني يدخن يروح يدخن بالبوغة أبو محمد رضا ما هو خريج نفس هذه الغرزة بس هو مرتب وضعه شغلاته كل هدف هو يقول صديق السستاني يقول مدخن مقل ولكنه لا يدخن أمام أحد قط حتى لو اجتمعنا منفردين فأنا أدخن وهو لا يدخن لأنه صديقه حتى لو اجتمعنا منفردين فأنا أدخن وهو لا يدخن لأنه صديقه الخاص على علاقة خاصة به وإنما يدخن إذا خلى بنفسه وحده يريد سلطن أبو محمد رضا إسلطا وحد وإنما يدخن إذا خلى بنفسه وحده وقد لا يعلم أحد في الحوزة العلمية على أساس نمونا الحوزة العلمية فالشيء يعني وقد لا يعلم أحد في الحوزة العلمية في النجف الأشرف التي هو زعيمها اليوم أن السيدة من المدخنين بس أنت زيت سويته وفضحته يشبعونك شتايم على هذا الحجي خصوصا وهذا الحجي طلع على قناة القمر راح يشبعونك شتايم محمد حسين الصغير مستاهل أنت مستاهل مستاهل لأنك مثل ما تنقل هذه الحقائق تنقل الأكاذيب في بعض الأحيان وهذا تحدثت عنه سابقا في برامجي وسأتحدث عنه في الوقت المناسب عن مثل هذه المسائل التي تحدثت بها وهي لا حقيقة لها أذكرك بواحدة ما أنت كتبت وتحدثت من أن مراجع الشيعة المعاصرين قد أجمعوا على مرجعية السستاني وذكرت من جملتهم مثلا صادق الشيرازي وذكرت آخرين هل هؤلاء أجمعوا على مرجعية السستاني وكثير من هذه الأكاذيب هذه الكذبة موجودة في الكتاب الذي يوزعه السستانيون على الدخيين من أتباعهم الإمام السستاني أمة في رجل ما كان في نية أن أتحدث عن هذا الموضوع وإلا لجعت بالكتاب وأخرجت لك الصفحة التي فيها ما فيها من الأكاذيب وليس في هذه الصفحة فقط على أي حال لا شأن لي بمحمد إحسين الصغير ولكنه هو الذي أخبرنا عن أن السستانية يشرب جغاير بالبوك وإنما يدخن إذا خلى بنفسه وحده يريد السلطن أبو محمد من حقه فهذا جوابي على سؤالكم شو ما شفنا أبو محمد رضا أبو غرزة الخوعي أبو محمد رضا عند غرزة خاصة من هنا خرج إلينا إسحاق الفياض وقت الحلقة صار طويلا والمطالب الباقية كثيرة لا أدري هل تكفينا حلقة يوم غد أو لا الكلام كثير كثير أنا أقول أبو محمود أبو محمود كنية إسحاق الفياض أقول لأبو محمود أنت اللي جبت النفسك أنت جايني مناك جاي لندن دازك محمد رضا تحارب قناة القمر شنو مصلح تكب هذا أنت قاعد مجبوب بالنجف ويعسون عليك في هالفلوس وكل هو أصوص وأنت مرجع دكة قنوع شكرا للمشاهدين